مين النهاردة من العيب النادي الزمالك لفت نظرك جدا؟ لكتير إنما نجم المباراة الأول من وجهة نظري بقاله ماتشين حمزة المسلوس الله ينور عليك مش عادي كنت سمع أنا كنت بتكلم عنه في الانترا أنا عارف لأ أنا خصصت له جزء الواحده في الانترا حمزة المسلوسي بقاله ماتشين على فكرة من نجوم الزمالك بيقد بشكل التزام غير طبيعي روح قطاليه عليك جدا مش فري معه بوت المستوى ولا كل الفرقة ممكن تكون تبقى وحشة إلا هو هو ماشي كواس قوي شوف أنا زيزو النهاردة جاي بجونه وعمل الاثنين أسست إنما حمزة المسلوسي هو نجم المباراة الأول مع محمد صبح يعني محمد صبح برضو شال واحدة صعبة قوي والنتيجة اثنين واحد إنما حمزة المسلوسي محمد صبح بس من الناس مش عادة بلا بأنه عمل جولين كلها اللي جي مينها ضربت الجزاء وكلها ده لزيزو عمل بها العرضية إنما حمزة المسلوسي أفضل أفضل لعيب الزمالك في الفترة الأخيرة النهاردة يعتبر بيفسد هجمات خطر جدا لفرقة الترجف حيثت صعبة جدا ممكن تغير لك شكل الجيم ممكن بغلطة واحدة لو المسلوس يغلطها ممكن تقلب بشكل الجيم أحب لما أتكلم أتكلم مع مدرب مراحة ليه؟ أنت قلت الكلمة مهمة مغلطة واحدة بس واحد عادت منه بس اللي هي الباص أه أه أعلى الحمدلون قلت حاجة مهمة أحب أوضح الحاجات الفنية دي بيع للسادة المشاهدين إنه بيفسد الكرات والهجمات الخطيرة للترجي عشان أحيانا السادة المشاهدين العاديين الجميع العادية بيقيموا اللعب على إيه؟ على باصة على عرضية جاب جلوة ما جابش لكن اللي أنت بتقوله دوت أنت كمدرب في قاعد عدك ده ممكن يكون أهم من أي دور تاني في الملحب ومش أي حد هيقول المسلوسي كله هيقولك زيزو كله هيقولك الجزير اللي جاب جون كله هيقولك ودولك نورعين برضو ما عندش مشكلة إنما الأميز من وجهة نظر الفنية هو حمزة المسلوسي لأن حمزة فعلا كمان مستوى ثابت بقاله بتاع 4-5 متشات في ظل تظاهر مستوى الفرقة في حد ذاته هو الوحيد اللي ثابت حتى مطش الأهلي يا أحمد الله ينور عليك لما خرج كان كويس جدا بس هو عشان برضو المرحلة الفترة دي بالذاتة أبو حميد الناس ما تعرفش حمزة المسلوسي من بعد مطش النادي الأهلي غاب 3 أو 4 متشات بسبب الإصابة في السمانة فهو كان خارج مصاب ما كانش خارج إنه هو فني لأ كان خارج مصاب إنما حمزة المسلوسي لا هو يستحق نجم المباراة الأول النهاردة من وجهة نظر الشخصية وأنا كمان في نقطة مهمة جدا بالنسبة لمجلس إدارة نادزة مالك في النقطة دي حمزة المسلوسي عادو بنتي السنة دي أيوة الله ينور عليك ماشي فمهم جدا إن العيب زي ده بيقدر بالروح دي بالشكل ده الفترة دي لأ لازم نادزة مالك يحاول إن هو خلصه بدري كمان مش هو بس ده هو واتنين تاني أو اسفه سامة نبيه سيف جعفر النهاردة صاحب افتتاح الأهداف النهاردة وليدك وليدك الانطلاقة الأولانية اللي هي خلت العيبة الزمالك تبتدي ترجع للثقة في نفسها لأن الزمالك عنده أزمة ثقة أزمة الثقة دي راحت بالهدف الأولاني اللي أحرزه سيف جعفر ففي ناس لازم نخلص منهم بسرعة لو نادزة مالك تجديد ليهم في حتة التجديد لأن الزمالك فعلا نحتاج الفترة الجاية استقرار لللعيبة اللي موجودة اللي هي مميزة مش عايزين نفقد لعيبة تاني مميزة ده وزاء كونسة حمزة المسوسي دي تحديدا عشان انت بجربة قبل كتنف أشرف بنشارقه في الجانسة سيف يسيب الموضوع للآخر وفي الآخر خد بالك خد بالك كريم أنا عذر عذر الناس شوية في الإدارة عشان الظروف المالية اللي بيمروا بها النت في عندك حجوزات وفي عندك وفي عندك مشاكل كتير جدا يمكن النهاردة الخبر السعيد اللي من وجهة نظر سعيد بالنسبة لناتزة مالك هو وصول آآ 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 إيميل من من نادي ميتلند دلماركي إن إمام عشور خلاص فلوسه اتحولت وفي خلال 48 ساعة الجاية هتسمع في البنك عندناتزة مالك أو هتسمع معناتزة مالك فهتبتدي تخش فلوس هتمنى إن تتصرف الفلوس دي صح في التجديدات في المستحقات المستحقات اللعيبة الحاجات دي كلها عشان اللعيبة كمان تدري أنا كنت عايز أقولك كريم النقطة دي قبل مطش الترجي هناك على معتقد أو قبل المطش المريخ السوداني كانت اللعيبة بقى لها ثلاث شهور ما بتاخدش فلوس خالص مرتبات وقصات وعقود قديمة وحاجات كده وحتى بطول مكافئة طب دي نور تماما